هذه كانت في واد دايس في بجايا كما تشاهدون حرق سيارات سيارات محروقة بيوت محروقة دمار قرية دمرت تماما تقريبا إذن من الواد داس توجى هذا في أفجايا هذا في القل في ولاية سكيكتا أهرق جهرق وفار قررش دراري رايزة صوتة الهين أسالم أتولى عايزة صوتة الهين اتولى عايزة أطلع هايزة أبضح عايد خالق عايد خاكي خرش داري أطلع اطلع اعطم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت ايضا الى بعض الناس الى بيوتهم مثل هذه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذه في زيام المنصورية جيزا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا ! هيا ! هيا ! هيا ! هنا أينه ! وسور أخرى بعضها مؤلم مش رح نوريه لكم من الأحسن كما قلت بعض المصادر الرسمية بما فيها راديو السومان تحدث على أن في بجاية وحدها كان عدد القتلى شهداء إن شاء الله أكثر من 22 واحد على الساعة الرابعة وكانوا عشرات الجرح العصابة الإجرامية التي تسمى وزارة الدفاع أخرجت بيان قالت فيه أن عدد القتلى من العسكرين هو عشر شهداء إن شاء الله وهناك تحدثوا على خمسة وعشرين جريح فيما أعتقد وطبعاً مس عدد القتلى أيضاً وأنهم كانوا في بنيكسالا في بجاية في بنيكسالا وأنه كان هناك أيضاً 56 جريح في نفس المنطقة إضافة إلى تسعة من المدنيين أيضاً من الجرح ولكن مصادر أخرى أيضاً تحدثت على ثمانية قتلى في بومرداس وسبعة في بويرة وخمسة في تيزيوزو واربعة في جيجل واثنين في كل من المدية وسكيك داوسو قهرس هذه الأخبار كانت كلها قبل الساعة الرابعة هذا العصر نتمنى لا يكون عدد ارتفاع لكن بعض المعلومات التي وصلتني وبعض الرسائل التي وصلتني تحدثت على أن الأرقام كانت مرتفعة فمثلاً هنا كان يتحدث على عشرة في بجاية بينما على الساعة الرابعة كانت الأخبار تحدثت على 22 إذن من المتوقع جداً أن يزداد العدد وأن يتجاوز بكثير رقم الأربعة وثلاثين ندعو الله أن يكون أخف ما يمكن وأن يتقبل هؤلاء في الشهداء